بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الاعزاء في مقرر machine elements design 1 بنبدأ شابتر جديد رقم 3 بيتكلم عن failure theories وعندنا نوعين من failure theories النوع الاول اللي هو بيتعامل مع static loading والنوع التاني اللي بيتعامل مع dynamic loading وده هنتناوله باذن الله تعالى في شابتر 4 المين طابكس اللي هنتكلم عليها اول حاجة principle stresses and principle planes وبعد كده هنتكلم على stresses on inclined planes او الاجهدات على المستويات المائلة النقطة اللي بعد كده بتتعامل مع failure theories وعندنا الحقيقة نظريات كتير متعلقة بالتحميل الاستاتيكي اللي هي نظرات الانهيار لكن هناخد منها اهم نظريتين اللي هي الاولى اللي بتتعامل مع maximum principle stress theory والتانية اللي بتتعامل مع maximum shear stress theory خلينا نتعرض الى بعض المفاهيم الاساسية ونعرف من خلالها principle stress وال principle plane لو عندنا الاول فيه عندنا محاور cortesian coordinates اللي هي ال x وال y وال z وعندنا عمود بالشكل ده وبيتعرض الى اجهاد شد تنسايل stress وبناخد المقطع mn عمودي على اتجاه القوة بيحصل عندي انه اثناء القطع ده بلاقي ان فيه اجهاد اسمه sigma x وقيمته بتساوي force على ال array لو انا اخدت ده طبعا فيه 3d وده في 2d لو انا اخدت هنا مكعب صغير infinitesimal cube او جزء متناهي في الصغر على شكل مكعب برضو هلاحظ الاسترس هنا زي الموجود على كل الاريا دي لكن تعال ندرس الاسترس على المكعب الصغير ده هنلاحظ ده طبعا في 2d ايه اللي موجود عندنا هنا هلاحظ sigma x اللي انا حسبتها من شوية هنا ثواء ده كان في 2d او 3d ومن هنا هنعرف و ايه هو بقى يعني اللي عندنا ده او المستوى ده اللي هو بيمثله المستوى ده 3d مافيش عليه شير سترس عليه ايه اجهات شد فقط اللي هو sigma x يبقى البلين اللي مافيش عليه شير سترس شير سترس يبقى ده اسمه اللي هو المستوى الاساسي او المستوى الرئيسي طيب او المستوى او المستوى اللي مافيش عليه شير سترس ده ده بسميه البلين والاجهاد اللي عليه اللي هو سجما اكس ده بسميه ايه برينسبال سترس يبقى ده برينسبال بلين اهو ده البرينسبال بلين هنا اللي هو ده المستوى ده او المستوى ده او طبعا المستوى ده من الاتجاه المقابل والسترس اللي هو سجما اكس ده هو ده اللي بيمثلي البرينسبال سترس او ثقان بترت據